قررت أن نتكلم لكم من أحد الفنانة التي لم نكن نستمتع بعطاءتها الكثير واليومي قلت لكم أنا في عركيا يمّا لطيفة لطيفة رأفات الفنانة الكبيرة لدينا اليومي أريد أن نتكلم عليها ونشكرها على كل الأشياء التي قدمتها الفن المغربي في انتدار أننا نستقبلوها معنا إن شاء الله فهي من مواليد 1965 زادت من دينت قنطرة والأصل لها الأبد لها كان وزاني فإحنا لطيفة رأفات نعرفها الفنانة المغربية اللي حفظت على الكلمة الدارجة يعني كانت من الفنانة الأوائل اللي أصروا على أنهم يغنيوا بالدارجة المحدة على أنهم ما يخرجوش وما يهزروش المشرق باش يديروا إن كاغياغ ولكن بقيت في المغرب وبالإصرار ديلها وبتشبت ديلها بهذه الفكرة هذه قدرت أنا أنها تبصم اسمها هنا بوحدها فاللطيفة رأفات تزوجت من زوجها السابق محمد حميد العلاوي واللي كان عاونها في مصرها المهاني بزاف في هاتشيك اللي كان نقول لكم في سنة 1984 وفي هاتك السنة فين حصلات على جائزة أفضل مغنية مغربية ومن ثمات بطالة مصر الحافل بزاف ديل الأعمال نذكر منها خي مغيارة ولا إحطاوي لا ديل الأعمال ولا ديله مغيار أنا صراحة من نبيل أغانيلي كتعجبني بزاف ديلة لطيفة رأفاتي اللي قلت لكم في الأول أنا في عاري يا عارك يا إما غزالة بزاف وخصونا الموال باش كتب دابيه الأغنية يعني أكيد كي يحرك فينا المشائر ففي سنة 1993 تعرضت لعدة مضايقات لأن هذه السنة فين كانت تلقت يعني مرات بزراعات بزاف ولكن هذا ما خلاش أنها تستسلم ورجعت بقوة للصحة الفنية فكان الشرف اللي هي دائما كتقول أنها كانت تفتخر بذلك اللحظة لوقفات قدام جنالة الملك محمد السادس وسمها وكان وسم شرفي فكان ظن هذه اللحظة هذه لأي فنان كما بغى يكون هي لحظة تكليف وتشريف فأكيد للأطفاء رأفت هذه اللحظة هذه دائما توقع رأسخة في الذاكرة ديالها أمرا ما غادي تنسها والحاجة الجميلة اللي احنا عشناها معها وتقاصلنا معها هي وحد الحلم اللي كان دائما كتبغي أنها تعيش والأموة والحمد لله ربي كرمها بألماس في 2019 وولداتها وهي دائما تستمتع بهذه الأموة هذه وآخراً من شهور قليلة أطلقت أغنية اللي سمتها ماما يا ماما ماما